ادرحبت الأردن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجهة سودانية بتوقيع ممثل الجيش وقوات الدعم السريع على إعلان جدة الذي يتعهدان فيه باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية لكنهما لم يتفقا على وقف إطلاق النار في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أمريكيون بالصعبة السودان ما يزال على فوهة بركان منذ اندلاع القتال في منتصف الشهر المنصرم وجهود إقليمية ودولية تبذل لتهديئة الوضع ومنعه من الانفجار داخليا وإقليميا لكن لا تبدو نتائجها واعدة من أجل إحلال السلام ووقف حرب استنزافية وفي أحدثها مفاوضات جدة على مدار أسبوع والتي توصلت بالأمس لاتفاق أولي تعهد فيه طرفان نزاع باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية كتسهيل عمليات الإغاثة وحماية المدنيين من مخاطر الاقتتال واستعادة الخدمات الأساسية مخفقة في بحث مسار تسوية على الأرض هذا الاتفاق الذي جاء اليوم نتيجة لرغبتكم الصادقة في أن يتجنب الشعب السوداني الشقيق الآثار المترتبة على الصراع العسكري الدائر حاليا حيث سيسمح هذا الاتفاق بتأمين المساعدات الإنسانية الأساسية للمتضررين ولحماية هذا الاتفاق سيتم بحث تدابير أمنية محددة تشمل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل أمريكا والسعودية والمجتمع الدولي مع تواصل سبول الحل فجهود التفاوض المقبلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ستركز على اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى نحو عشرة أيام وما بين الهدنة الهشة والمباحثات وعروض الوساطة يتواصل القصف الجوي والمدفعي في العاصمة السودانية الخرطوم وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من سبعمائة وخمسين شخصا قتلوا وأصيب أكثر من خمسة آلاف وفر ونزح الآلاف للخارج جراء الصراع يهدد بزج السودان إلى حرب أهلية إذن طرفا الصراع لا يزالان متباعدين والوصول لوقف دائما للصراع ستكون عملية طويلة والخاسر الوحيد في هذه المعادلة شعب عانى ولا يزال يعاني من صراع سيادة لم ينتهي ترجمة نانسي قنقر